عباد الله عندما تخرج بالرغم من كل هذه النصوص تافهة لتقول إن غطاء الوجه يمحو شخصية المرأة وهويتها ويجعلها كائناً غامضاً بلا ملامح إذن يريدونه بالملامح اسمع الخطة لتعرف يريدون الملامح قالت وينبغي على المرأة أن تفخر بوجودها وكينونتها إذن الفخر بالجمال وإظهار الشكل لتقول أنا موجودة وعجباً هذا ما أمر الله به أن تفخر بشكلها لتعلن عن ملامحها وتقول أنا موجودة أم أنه سبحانه وتعالى أمار بالتغطية والستر الله رحيم بعباده الله تعالى يعلم ما يثير الشهوات الله عز وجل خبير يعلم الفتن وما يسببها يا عباد الله إن ما يطلبه أعداء الله اليوم من المرأة ليس كشف الوجه فقط وأقسم بالله الذي لا إله إلا هو إنهم يريدون ما وراء ذلك دعاة الفتنة دعاة الفتنة والانحلال بدليل تطبيق بعضهن العملي لهذا بدليل ظهورهن في المؤتمرات والمناسبات المختلفة بغير غطاء وجه ولا شعر إذن المسألة معروفة ما يريدونه معروف والله قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى هذا التبرج بخلع الحجاب بإظهار الزينة قال الذهبي في كتاب الكبائر ومن الأفعال التي تلعن عليها المرأة إظهار الزينة والذهب واللؤلؤ تحت النقاب وتطيبها بالمسك والعنبر والطيب إذا خرجت ولبس الصباغات والأزر الحريرية ولبسها الصباغات والأزر الحريرية والأقبي القصار قال وكل ذلك من التبرج الذي يمقط الله عليه ويمقط فاعله في الدنيا والآخرة وقال الآلوس رحمه الله وعلم أن مما يلحق بالزينة المنهي عن إبدائها ما يلبسه أكثر مترفات النساء في زماننا فوقفيا بهن ويستترن به إذا خرجن من بيوتهن وهو غطاء منسوج من حرير ذي عدة ألوان وفيه من النقوش ما يبهر العيون يقوله قبل أكثر من مئة سنة وأرى أن تمكين أزواجهن لهن بالخروج وأرى أن تمكين أزواجهن ونحوهن يعني من أب أو أخ أو ولي لهن بالخروج بذلك ومشيهن به بين الأجانب من قلة الغيرة ويقول بعض الناس تتكلمون وتتكلمون للنساء والقضية أنه من ولي أمرها ما هو هذا العنصر الموجود معها؟ ما هو هذا الولي؟ ما نوعه؟ من حجر؟ من شجر؟ أليس من البشر؟ لماذا لا يتحرك؟ لماذا لا يقوم عليها؟ لماذا لا يبدأ بالأسهل فالأسهل بالموعظة بالتعليم؟ لماذا لا يبدأ أيضا بالإقناع العقلي والشرعي قبل أن تكون العقوبات؟ لماذا يا عباد الله؟ تحاكي المؤامرة بالتبرج تحت اسم الحجاب العصري الحل الوسط المزعوم التبرج المقنع عباءة فرنسية ومغربية وعباءة لف وعباءة مخصرة وأشكال وألوان وهذه عباءات لا ترضي الله عز وجل هذه العباءة هي فستان أسود مطرَّز ملوَّن مخصَّر شفَّاف ضيِّق هذه العباءة عباءة الفستان تحتاج إلى عباءة والله تحتاج إلى عباءة والله الذي لا إله إلا هو إن هذه العباءة لا يجوز الخروج بها وقد انتشرت وعمت واستوردت وبيعت وروِّجت وقالوا أتينا بالحل يجمع بين الحجاب والجمال المقصود أن تظهر المرأة جمالها هل هذا هو المقصود الآن؟ نريد الإجابة إظهار المرأة للجمال أمام الرجال الأجانب هل هو مقصودكم؟ يا جماعة أين الشفَّق على الأهل من النار؟ أين شفَّقت المرأة على نفسها من النار؟ هذه النار التي تلظَّة وقودها الناس والحجارة هذه النار التي فيها ملائكة غلاظٌ شداد هذه النار التي تنزِع فروة الرأس من حرِّها هذه النار نزَّاع للشوى تدعُ من أدبر وتولَّى لا، هذه النار التي فيها مقامع من حديد يُصهر بالماء الحار ما في بطونهم تحترِق جُلودُهم كلما نضِجَت جُلودُهم والعباية على الجل توضع مكان المعصية يحترِق كلما نضِجَت جُلودُهم بدَّلناهم جلودًا غيرها ليذوقوا العذاب عذاب لا يُطاق، لا يُقضَى عليهم فيموتوا ولا يُخفَّف عنهم من عذابها ثم يأتي الحديث واضحًا، صريحًا، مُحذِّرًا صنفان من أهل النار لم أرهما أكرم الله عيني نبيه الشريفتين عن رؤية هذه المناظر الساقطة أكرم الله عيني نبيه عن رؤية هذه الأجيال المتأخِّرة أكرم الله عيني نبيه عن رؤية هذا التبرُّج المُفسِد صنفان من أهل النار لم أرهما نساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ مُميلاتٌ مائلاتٌ رؤوسون كأسنمة البُخت المائلة وللتأكيد على دخولها للنار صنفان من أهل النار قال لا يدخل الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا هل تريد أن تُدخل ابنتك النار؟ سؤال كن صريحاً في الإجابة مع نفسك هل تريد أن تُدخل زوجتك النار؟ هل تريد أن هؤلاء النساء من أهل بيتك وقرابتك لا يجدن الجنة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها؟ قال ابن عبد البر أراد صلى الله عليه وسلم النساء التي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر يصف 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 الأعضاء يصف الجسم يصف التقاطيع يصف ولا يستر يشف عما تحته ضيِّق على الجسم قال فهن كاسياتٌ بالاسم عارياتٌ بالحقيقة فهن كاسياتٌ بالاسم عارياتٌ في الحقيقة وذكر ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر أن من الكبائر لُبس المرأة ثوباً رقيقاً يصف بشرتها واستدلَّ بالحديث السابق وقال وذكر هذا من الكبائر ظاهر لماذا؟ قال لما فيه من الوعيد الشديد قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين من علماء العصر لُبس الملابس الضيِّقة التي تُبَيِّن مفاتٍ المرأة وتُبرِز ما فيه الفتنة محرَّمٌ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار ونساءٌ كاسياتٌ عاريات فهُسِّر قوله كاسياتٌ عاريات بأنهن يلبسن ألبسةً قصيرة لا تستر ما يجب ستر من العورة وفُسِّر بأنهن يلبسن ألبسةً خفيفة لا تمنع من رؤية ما وراءها من بشرة المرأة أو الزينة التي تحتها وفُسِّر بأن يلبسن ملابس ضيِّقة فهي ساتر عن الرؤية لكنها مُبديَّة لمفاتٍ المرأة وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس ترجمة نانسي قنقر